روت دل أفريك أيربوس A320 ويساعدون في إثراء الأسطول الأسطول الطيران الجزائري وفتح الأفاق نحو وجهات أخرى في إفريقيا وخرج إفريقيا كذلك هل هو البون تايمينج اليوم تاقتناء طائرات من النوع هذية بالنسبة للجزائر سيريدا؟ والله كنت أسمع الجزائريين في الفترة متعصيف تفهم اللي فيما مشكل كبير في الخطوة الجزائرية لما يجي كيف نحن في الموجودين برشا في أوروبا يحبوا يروحوا والأسعار وخيط مهم طائرة من بريس يجيوا إلى تونس وبعد من تونس يكملون الجزائر الخطر للأسعار التي تستعمل فيها الخطوة الجزائرية على الخطوة المربحة أسعار معناها مشتة جدا معنا نقول لك ما نتونس الجي بغي يسللهم التذكر حتى المين ميل دي صونسو في البرويد متع البيك أي سي نعم أنا تستعمل لستمائة ومع مرين فلس نحن زي نعم اليوم الطموحات السياسية الإفريقية متع الجزائر القاتل أمكانيات مادية باش تتجم تفعلها اليوم الخطوة الجزائرية عند استخدام خمسين طائرة بالمقارنة اليقال من عشرين طائرة قد تخدم بيتون ساعة تونس ساعة ونحن نحبو بوابة أفريقيا هم عندما ستة خمسين فاقين اللي نقصين بشيزيدوا خمستاش تاوعدا وبرماناها ثمانية طائرات من عند أيربيوس أيربيوس وطائرات فما شاي صغير معناها كباسيتي صغيرة وفما شاي طائرات للكباسيتي الكبيرة اللي سكن أبل البتي بورتور اللي كرون بورتور توتافي لنقذوا لديدستيناسيون لبعاد ودايير البوينغ وإيربيوس كينو عبروا في بعض البلاغات على ابتهي جمناوا عن ما بلو كونتخا هذي بشي تصحخ عليش عليش قالك فما يشون فیار هم يكونوا في السوق المخشي الجغيان مي بش الجزائر بشتدعم حضورهم في السوق الافريقية اليوم وهم قاعدين يحاولوا يوصلوا للبولدين الافريقية كل نارفون كم هر نحكي وكل جمع اهتمام كبير بالطائر هذي السفرات قاعدت تتزايد نهار بعد نهار دونك اليوم اغبوس وبوينغ زادة ربحين مشير الأخرى تواجد على المستوى القار هو بالإضافة للخمستاش طيالة اللي بتشريهم كاش الجزائر البترول من السعر بتاع وبيه دونك عندها كيف رزير وورا به الجزائر الحمدلله عشان لديم هكي يا ربي قطر جزائر تودا مفره دا نحنا نحنا لديو جونا به نحنا مذابين لديم جزائر مفره دا باشنش متفرد وحنا والله لديم ليبيا احسن مفرما وجزائر احسن مفرما لديو زوز الوري متاع تونس هاول رئيس نستقبل للوزراء من ليبيا مؤخرا وكانت فما معنتها تذكير باهمية العلاقات وما ما جايوش باشيقول وشيقول قعد يشتون قعد ساير هل فما تغيير وجه تونس في المواقف متاح مع ليبيا والحمد لله سيد الرئيس قلابة فمش واكد انه العلاقة بين تونس وجزائر وليبيا بالعكس ممتازة كيف علاقتنا مع جزائر بالعكس احنا استخدم طيار هم بشزيدهم خمس اجن طيار بخلاف هم نفس اللقتي كلي فهم عشرة طيارات وليزينك كنا نحكي لك مقبيلة في اللوف ندي العالم كل ما اخذينهم ليزينك نكريو نكريو نخلصوا وندوروا اليوم بخلافة هالخمس تاشتا هدوما يحبوا ياخذوا عشرة طيارات وخري بليزينك ويحبوا الستة وثلاثين مطار اللي عندهم في الجزائر لكل مخطوط جزيرية مواطن جزيري نجم ياخذ منهم الطيارة ايرا الجيرية وش هنا انا واحد في تبرقة مسكر والاخر في قبصة مسكر والاخر مسكر والاخر في توز مسكر في كل بلاسة نعمل ومشتر محلولين خدموا وقت الحج نعمل شوية الفوفعة متاع الحج وخرجوا كنساء الكبار عيتوا ويشكروا يجي طبيل وزكار مرة في العام وقت الحج ولا وقت عمانة بالخارج نحلول المتارات الزغيرات هذو 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 بستة تلاتين المتار يزمم طيارات كل المواطنين جزائرين هذو زاعد نحنا يا سيدي كانت يونيسير غدوكا مش قادرة باش تزنع نمشي نخذوا الواج نخذوا الواج نمشي اقرب اقرب متار في الجزائر سوما مشيكون رخص مشيكون عنهم طيارات ومكانيات كبيرة منادي ما مدعم منقل في الجزائر ما عدا على بعض مثلا على افريقيا نحن كرجل العمل اكيد انو الاسعار بشيكون منافسة بارش مع الفرانس سيكون نسير دو مزو مان دو ليني قاد دو دو ليني قاد نختم فيهم لكل ما نش قاد نعمل فيهم لكن امتأكد الالجيري خاصة الخط البري الكوريدور اللي عملته من الجزائر حتى ان شاء الله بينتو لغوس بشي حل بضاعات اللي جاية من الجزائر ومن اي بلاد تبعث بضاعتها على الماني مواني متى الجزائر توصل حتى لغوس بالطريق البر وهذا يبتع بالحاد يجب زاد زيارات سهلة بالطيران بش توصل اللي زوم دفير اللي هما بش يعملوا نيجوستيون اكيد جدا انا بعد ما حكينا لكم على بول كاجامي في زوم سور الافريق حكينا على الجزائر وارغ الجيري وقتيناء الخمسسسي الطائرة من عند ايربوس وبوينغ بش نمشي في فورسة افريكا اليوم نحكي على البنك الافريقي للتنمية نحكي على برنامج اسمه وينغي بيزنس اللي يدعم السيدات الرائدات الاعمال في اربعة بولدين افريقية ناطقة باللغة الفرنسية هذا اللي بش نكتشوه بعد شوية في فورسة افريكا